بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أهلا بكم في المحاضرة الثانية من محاضرات مساق ريادة الأعمال تحدثنا في المحاضرة السابقة حول مجموعة من المواضيع تعرفنا من خلالها على تعريف مفهوم الريادة وأسباب الاهتمام بالثقافة والفكر الريادي ثم تحدثنا عن أهم الفروق ما بين المشروع الصغير والمشروع الريادي وأخيرا تحدثنا عن مزايا أو إيجابيات وسلبيات المشروع الريادي أو تبني الفكر الريادي أما لقاء اليوم فأيضا سنتحدث عن عدد من المواضيع ونبدأ بالموضوع الأول وهو يمكن صياغته ضمن سؤال ما هي أنواع الريادة؟ وهل هناك فرق فيما بينها؟ الحقيقة أن علماء الريادة وعلماء إدارة الأعمال قسموا الريادة ضمن مجالين أو ضمن صنفين أو ضمن نطاقين ما هما هذين الصنفين أو النطاقين؟ الأول الريادة على نطاق الأشخاص أو الأفراد والنوع الثاني الريادة على نطاق الأعمال طيب هل هناك فرق بينهما؟ لكي نجيب على هذا السؤال لابد في البداية من التعرف على ما هو مفهوم الريادة على نطاق الأعمال وما هو مفهوم الريادة على نطاق الأعمال؟ الريادة على نطاق الأشخاص تعريفة تصرف ريادي في موقف ما والشعور بالرضى الذاتي عند تحقيق الإنجاز هذا هو تعريف الريادة على نطاق الأشخاص أو الأفراد طيب الريادة على نطاق الأعمال هي إنشاء مؤسسة أعمال بهدف الربح أو بهدف تحقيق منفعة اجتماعية هذا هو تعريف كل من الريادة على نطاق الأعمال وعلى نطاق الأفراد هل هناك فرق بينهما؟ حقيقة هناك فرق بينهما لكن هذا الفرق لا يرتبط بمصدر الفكرة ليس له علاقة ولا يتركز في مصدر المشروع لأنه بكل الأحوال المشروع الفردي أو المشروع على نطاق الأشخاص والمشروع على نطاق الأعمال مصدر في النهاية هو جهة واحدة وهو الإنسان أو صاحب المشروع الذي جاء بهذه الفكرة الريادية إذن المصدر والمرجع في الحالتين هو واحد شخص ريادي إنسان ريادي إذن المصدر ليس هو الفرق بين المفهومين طيب ما هو الفرق الأساسي بينهما؟ الفرق الأساسي بين النوع الأول والنوع الثاني يتركز في الجائزة أو المكافأة التي يسعى كل نوع إلى تحقيقها والحصول عليها ففي النوع الأول الريادة على نطاق الأشخاص نجد أن هذه الريادة عبارة عن مشروع تكون فكرة مبادرة يطرحها إنسان ريادي ولكن المحصلة التي يرغب هذا الشخص في الحصول عليها أو المكافأة أو الجائزة تتمثل فيما يسمى بالربح المعنوي أو العائد المعنوي بمعنى أن نجاح الفكرة نجاح المشروع تحقق هذه الفكرة على أرض الواقع هي بحد ذاته الجائزة التي يرغب بها صاحب هذه الفكرة أو هذا المشروع إذن نجاح المشروع بحد ذاته هو الجائزة هو المكافأة التي يرغب بها صاحب المشروع بينما في النوع الثاني نجد أن مصدر الفكرة أيضا إنسان ريادي ولكن الجائزة التي يرغب في الحصول عليها تتمثل في العائد المادي الربح المادي ومن الطبيعي أنه إذا أنت أنشأت مشروع أنه أنت يكون هدفك هو تحقيق الأرباح المادية إذن الفرق الجوهر الآن بين النوع الأول والنوع الثاني هو في الجائزة في المكافأة في النتيجة التي يرغب كل طرف في الحصول عليها أو تحقيقها النوع الأول بيركز على المكافآت المعنوية والنوع الثاني يركز على المكافآت أو العوائد أو الأرباح المادية هذا هو الفرق بين النوع الأول والنوع الثاني نأتي الآن إلى موضوع مهم جدا وهو يترى ما هي عناصر الريادة ونطاقها نحن عرفنا الريادة في اللقاء السابق من ضمن التعريفات ذكرنا أن الريادة هي عبارة عن نهج الريادة هي عبارة عن عملية هي عبارة عن نظام قبل أن نخوض في عناصر الريادة لابد أن نفهم ما المقصود بكلمة نهج لأنه من الضروري أن أنا أفهم إيش المغزى من هذه الكلمة كلمة نهج الحقيقة يمكن أن نظر إليها من زاويتين مفهوم كلمة نهج أو منهجية وهذه تستخدم كثيرا في البحث العلمي ينظر إليها من زاويتين الزاوية الأولى زاوية نفسية أو سلوكية والزاوية الثانية الزاوية العملياتية إذن زاوية نفسية أو سلوكية وزاوية عملياتية خلينا نعرف إيش معنى كلمة نهج من الناحية السلوكية كلمة نهج من الناحية النفسية تعني سلوك معين ممارسة معينة نشاط معين تعود الإنسان على أدائه خلال سنوات سابقة يتحول مع هذه المدة إلى جزء أساسي من شخصية هذا الإنسان بمثال بسيط لو فرضنا أن شخص على مدار سنوات سابقة عود نفسه على الكسل الخمول عدم الاهتمام يتحول هذا الشيء مع المدة إلى جزء من شخصيته يصبح جزء من تكوينه وبالتالي لو واجه هذا الشخص في المستقبل أي موقف أو أي سلوك أو أي حادث سيتعامل مع هذا الموقف وهذا الحدث بنفس السلوكيات الذي هو الخمول والكسل وعدم الاهتمام وبالتالي يجد أن ما عود نفسه عليه أصبح أمامه وتعامل معه في هذا الموقف أو الحدث بينما في المقابل إنسان عود نفسه على سلوكيات إيجابية على النشاط على المبادرة يتحول هذا الشيء جزء أساسي من شخصيته وبالتالي لو واجه في المستقبل أي موقف أو أي حدث سيتعامل مع هذا الموقف بما عود عليه نفسه إنسان عود نفسه أنه يتكلم كلام لطيف كلام جميل كلام دبلوماسي يصبح هذا السلوك جزءا من شخصيته وبالتالي لو تعرض لموقف ما أو لحدث ما أو لمقابلة مع شخص ما سيجد نفسه تلقائيا يتحدث إلى هذا الشخص بألفاظ لطيفة وألفاظ دبلوماسية وألفاظ جيدة السبب لأنه عود نفسه على هذه الأشياء الجيدة لذلك أنا لا أعتقد أن هناك إنسان فاشل الإنسان الفاشل هو من يعود نفسه على الفشل من يقنع نفسه بأنه فاشل لذلك عندما تعود نفسك على سلوك إيجابي يصبح هذا الشيء جزءا من شخصيتك وبالتالي أننا جميعا كبشر نستطيع أن نكون رياديين إذا ما قمنا بتعويد أنفسنا على السلوكيات الريادية والسلوكيات الجيدة نستطيع أن نتحول من خلال هذه السلوكيات إلى أشخاص رياديين هذا هو التفسير الأول إذن هو عبارة عن نهج هو عبارة عن تعود سلوك يقوم به الإنسان يتحول مع المدة إلى جزء من شخصيته جزء من تركيبه وهذا الشخصية هي التي يتعامل بها مع المواقف والأحداث المستقبلية فإذا أنت عودت نفسك على أمور إيجابية ستجد أنك ستتعامل مع الأحداث في المستقبل بطريقة إيجابية إنسان عود نفسه أن يكون حذرا منتبها أن يكون منتبه إلى ما حوله من أحداث يتحول هذا السلوك مع الزمن إلى جزء من طبيعته جزء من شخصيته وبالتالي عندما يواجه أي حدث أو أي شيء في المستقبل يتعامل معه بنفس مستوى الحظر والانتباه والهو عدم المرور على هذه المواقف مرورا سريعا لذلك ما تعود نفسك عليه ستواجه في المستقبل لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام إيش بقول يولد الإنسان على الفطرة يولد الإنسان على الفطرة ويأتيش أنه التوحيد الإسلام لكن أباه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه يعني السلوكيات اللي بتعود الأسرة ابنها عليها أو الإنسان اللي بعود نفسه عليه يتحول مع الزمن إلى جزء من شخصيته ويكون حقيقة من الصعب أن يتخلص منه أو أن يغير ويحتاج إلى جهود كبير لتغيره هذا هو التفسير الأول لكلمة نهج التفسير الثاني وهو التفسير العملياتي بمعنى أن الريادة عبارة عن عملية تتكون وتنقسم إلى مجموعة مراحل تتكون من مجموعة محطات كل مرحلة ترتبط بالمرحلة السابقة والمرحلة اللاحقة بمعنى أنه لا يمكن إنجاز العملية الريادية إلا من خلال مرورها بهذه المحطات الواحدة تلو الأخرى ونجاحك في كل محطة يمثل عنصر إيجابي في نجاح العملية بشكل كامل لذلك كلمة نهج هاي التفسيرات التي يمكن الحديث عنها والريادي هو الذي يجمع بين التفسيرين كلمة الريادة تجمع بين التفسيرين أي أن الريادة سلوك شخصي وتطميق عملياتي سلوك فردي وتطميق إجراءة لذلك دعنا مع بعض نشوف ما هي مراحل وخطوات العملية الريادية أول مرحلة من مراحل العملية الريادية هو ما يسمى بمراقبة البيئة مراقبة البيئة إيش عن مراقبة البيئة بمعنى أن الريادي يجب عليه أن يراقب البيئة المحيطة أن يراقب المجتمع اللي هو يعيش فيه المكان الذي يعيش فيه طيب ليش أنا بدأ راقب المكان والبيئة المحيطة لأنه من خلال هذه المراقبة يستطيع الريادي أن يتعرف على الفرص وأن يستغل الفرص التي تمر عليه في المجتمع ويحول هذه الفرص إلى مشاريع ريادية بمعنى أن أي مشروع يا جماعة هو بالأساس لكي ينجح لابد أن يكون هذا المشروع يشبع حاجة في المجتمع أن يشبع رغبة لدى أفراد المجتمع وبالتالي مراقبة البيئة مراقبة المحيط تجعل الريادي يتعرف على هذه الرغبات يتعرف على هذه الأشياء الناقصة أو غير موجودة في المجتمع ويحول هذه الأشياء إلى فرصة لمشروع ريادية لذلك الريادي لا ينظر إلى الأمور نظرة تقليدية كما ذكرنا قبل قليل هو إنسان دائما منتبئ الأمور لا تمر عليه بشكل تقليدي ينظر إلى الأشياء والأحداث بطريقة مختلفة عن الآخرين لأنه عود نفسه على أن يتعامل مع الأحداث بطريقة غير تقليدية لذلك كل المشاريع الناجحة إذا لم تكن نابعة من حاجة للمجتمع لن تستطيع أن تستمر لأنك إذا أنت مش محتاج شغلة إذا المجتمع لا يحتاج إلى منتج إذن لكي تقوم بإنتاجه معناته أنه أنه أنت أو مشروعك من البداية مشروع فاشل متى بكون المشروع ناجح؟ عندما يكون هناك شيء أو منتج غير متوافر في المجتمع والمجتمع يحتاجه وتقوم أنت بإنتاجه هنا يكون مشروعك مشروعا ناجحا لذلك الشركات الريادية دائما ما يكون لديها مراقبة مستمرة للبيئة مراقبة مستمرة لأي تغيرات في سلوكيات أفراد المجتمع مراقبة دائمة لأي تغيرات في حاجات المجتمع لأنه هذه التغيرات تكشف لهم أين يوجد نقص لدى أفراد المجتمع حتى يقوموا باستغلال هذه الفرصة أو الاستفادة منها والبدء بمشروع الريادية إذن أول خطوة من خطوات العملية الريادية هي أن يقوم الرياد بمراقبة البيئة مراقبة المحيط مراقبة المجتمع من خلاله يتعرف على الفرص التي يمكن أن تكون مشروعات ناجحة أو مشروعات مفيدة على سبيل المثال نحن نسمع الآن أن هناك مشاريع طموحة لما يسمى بالسيارة الطائرة السيارات الطائرة طيب الآن الشركات لماذا تقوم بدفع مبالغ كبيرة ومصاريف كبيرة وتكاليف كبيرة في تطوير وإنشاء هذه المنتوجات وهذه السيارات لأن من خلال دراسات ومن خلال تفحصهم للبيئة ومتابعتهم للمجتمع وللبيئة المحيطة شعروا أن أفراد المجتمع بدأوا يعانوا من مشكلة الإزدحام المروري هناك مدن الإنسان الذي يقيش في هذه المدينة يضطر إلى أن يقف ساعات طويلة على إشارات المرور أو في الطريق من مكان سكنه إلى مكان عمله بسبب الإزدحامات المرورية وهذا طبعا مشكلة يعني بدأت تتفاقم في كثير من دول العالم ومهما حاولوا أن يعملوا حلول إلها من خلال إنشاء طرق وإنشاء طرق ومشاريع جديدة لكن تبقى هذه المشكلة وهذا الإزدحام موجود لذلك الذي دفع الشركات للتفكير في تصنيع السيارات الطائرة هو أن كثير من أفراد المجتمع بدأوا يشعروا بنوع من المشكلات التي يعانوا منها نتيجة للإزدحامات المرورية إذن هي مشروع ومنتج نابع من وجود حاجة لدى أفراد المجتمع لذلك لو لم يكن هناك حاجة ورغبة وفرصة لهذه السيارة ما قام للشركات بصرف مبالغ ضخمة في تطويرها وتحديثها وأصلا الفكرة من أساسه لم تكن أو لن تكن مطروحة على طاولة النقاش إذن دائما المشروعات الناجحة تكون نابعة من وجود حاجة لدى أفراد المجتمع غير متوافرة أو غير مشبعة أو لا تستطيع شركات أخرى أن تشبع هذه الحاجة لدى الأفراد وطبعا كل كوأة خطة في مساق مبادئ الإدارة ما يسمى بنظرية ماسلو اللي نسميها سلم الحاجات التي يترتب فيها حاجات الأفراد حسب رغباتهم وحسب مستويات ملعينة الخطوة الثانية تحديد الفكرة أو الفرصة قدرة الإنسان الريادي على مراقبة البيئة واكتشاف أين عناصر الخلل أو عناصر الحاجة يساعده على تحديد الفكرة أو الفرصة أو طبيعة المشروع الريادي الذي يرغب بإنشاؤه إذن الفرصة الريادية تكون نابعة من عملية المراقبة أنا لا أستطيع أن أعرف أن المجتمع يحتاج إلى منتج معين بدون ما أكون عملت مراقبة ومتابعة للمجتمع والبيئة اتعرفت من خلالها أن هذا المجتمع يحتاج إلى هذا المنتج إذن بعد المراقبة نتعرف على الفرص على مكامن النقص والأشياء التي يحتاج المجتمع وهي غير متوافرة لكي نبدأ بها كفكرة ريادية أو مشروعا رياديا المرحلة الثالثة التخطيط للتنفيذ وهذا الحقيقة تعتبر من أخطر مراحل العملية الريادية أنه أنت بك تخطط كيف يمكن من خلال خطوات واضحة أن تحقق هذا المشروع أن تحقق هذا الهدف لذلك لابد من قيام الشخص بوضع إجراءات بوضع خطوات تساعد على تحقيق هذا الهدف على سبيل المثال أحد الطلبة لديه هدف أن ينهي مرحلة أو درجة البكالوريوس لكي ينهي هذه المرحلة ويحقق هدفه لابد أن يضع خطة على مدار أربع سنوات ماذا سيدرس في كل فصل إيش المساقات اللي حياخدها في كل فصل لكي يستطيع في نهاية الأربع السنوات أن يكون قد أنهى التخصص لذلك يفترض بهذا الطالب أن يضع خطة توضح الخطوات والإجراءات والمراحل التي سيقوم باتباعها والتي ستساعد في الوصول إلى الهدف إنسان شخص يريد أن يذهب إلى مكان معين يفترض قبل أن يبدأ في الحركة أن يضع خطة سير خطة عمل كيف سينتقل إلى هذا المكان ما هي طبيعة المعوقات التي يمكن أن تواجهه ما هي طبيعة المخاطر التي يمكن أن تواجهه كيف سيقوم بالتعامل مع هذه المخاطر وهذه المعوقات ما هي الحلول المقترحة هذه الأمور كلها يجب أن تكون في ذهن الشخص الريادي ضمن ما يسمى بمرحلة التخطيط وأنتم كطلبة أكيد درستم في مساق مبادئ الإدارة جزء ووحدة مهمة جدا وهي ما يسمى بالتخطيط لذلك لن نعيد الحديث مرة أخرى حول هذه الجزئية إذن التخطيط للتنفيذ وأن تكون الإجراءات والخطوات واضحة أمامك كمصاحب مشروع لكي تحقق هذا المشروع الخطوة الرابعة تجميع الموارد اللازمة بمعنى أنه في كل مرحلة من مراحل المشروع لابد أن يقوم الريادي بتوفير كل ما يحتاج المشروع أو تحتاج هذه المرحلة من موارد سواء موارد مادية موارد بشرية مواد خام إلى آخره لكي يستطيع أن ينجز كل مرحلة بشكل جيد لابد أن يوفر لكل مرحلة متطلباتها لكل مرحلة حاجاتها لكل مرحلة ما تحتاج إليه من أمور مادية أو بشرية كما ذكرنا قبلك قليل مثال الطالب الطالب لكي ينجز بنجاح الفصل الأول لابد أن يوفر لهذا الفصل الكتب المناسبة يوفر الرسوم الدراسية أو المادية يوفر الوقت للدراسة إذن كل هذه الأمور يجب أن تكون متوافرة لكي يستطيع الطالب أن ينجز وأن ينهي الفصل الدراسي بنجاح الفصل الثاني أكيد ستكون ظروف مختلفة من حيث عدد الساعات والتكاليف المادية وطبيعة المساقات وطبيعة الدراسة لذلك كل فصل لديه أو يحتاج إلى خطة عمل منفصلة عن الفصل السابق أو المرحلة السابقة لكن بالمحصلة جميع هذه الخطوات توصل الإنسان أو الشخص إلى الهدف الأساسي وهو إنجاح أو إنجاز الشهادة وإكمال التخصص بشكل ناجح وإنشاء المشروع الذي يحتاجه بشكل ناجح المرحلة الخامسة تنفيذ النشاط بفاعلية ومسؤولية جاه البيئة بمعنى أن هذه الخطوة تضمن عنصرين مهمين جدا الأول أو الشق الأول تنفيذ النشاط بفاعلية وشق الثاني مسؤولية تجاه البيئة خلالنا نشوف إيش معنى تنفيذ النشاط بفاعلية المقصود بكلمة أو بجملة تنفيذ النشاط بفاعلية هو أن يقوم الشخص الريادي بالاستفادة من جميع الموارد المتاحة للمشروع بشكل كامل أن يكون لديه القدرة على الاستفادة من كافة الموارد المتاحة لهذا المشروع بشكل كامل وأن لا يهدر أي جزء من هذه الموارد الاستفادة الكاملة من كل مكونات المشروع سواء المكونات المادية أو المواد الخام أو الأفراد بمعنى أن لا يهدر أي دولار في هذا المشروع ما يروحش أي جزء من هذه الأموال بدون فائدة أن يستثمر كل جزء من هذه الموارد في محله وفي مكانه هذا من الأقصود بكلمة النشاط أو تنفيذ النشاط بفاعلية أما مسؤولية تجاه البيئة المسؤولية تجاه البيئة تعني أن المشروع الريادي يجب أن يراعي البيئة المحيطة بمعنى أن لا يكون هناك في المشروع الريادي نتائج قد تؤدي إلى ضرر للبيئة المحيطة على سبيل المحيطة على سبيل المثال شخص يريد أن ينشئ صفحة على الإنترنت مشروع الريادي هذا المشروع يجب أن يكون مشروعا يتضمن مسؤولية تجاه البيئة تجاه المجتمع بمعنى أن لا يضع صاحب هذا الموقع على صفحته معلومات قد تضر بالمجتمع أو أخبار قد تؤدي إلى إشاعة الفوضى في المجتمع أو فيديوهات قد تؤدي إلى نوع من الخلال في المجتمع إذن أنت يفترض بمشروعك أن يكون مناسب أو فيه مسؤولية تجاه البيئة المحيطة لذلك نلاحظ جماعة الآن أن جميع دول العالم تضع شروطا صارمة جدا لأي مشروع مهما كان نوعه حيث أن هذه الشروط يجب على المشروع الذي سيقوم صاحبه بإنشاؤه أن يضع في اعتباره ألا يضر بالبيئة هناك يا جماعة مصانع تقوم بإلقاء المخلفات الصناعية في الأنهار وفي البحار وفي البحيرات وهذا يسبب ضرر كبير البيئة لذلك في الدول المتقدمة هناك إجراءات صارمة وقوانين صارمة تمنع أي شركة أو أي صاحب مشروع بأن تكون نتائج مشروع لها ضرار على البيئة سواء من الناحية بيئة مادية أو بيئة معنوية يعني أنك تقوم بإنشاء أو بنشر أخبار ومعلومات كاذبة على صفحتك على الإنترنت أو تقوم بإنشاء مشروع ينتج مخلفات قد تؤدي إلى الإضرار بالبيئة سواء البحيرات أو الأرض أو إلى آخره لذلك جميع الدول المتقدمة منذ سنوات طويلة بدأت في وضع قوانين لكي تحافظ على البيئة لأنه يا جماعة بكل بساطة البيئة هي المكان الذي نعيش فيه فإذا أنا لم أحافظ عليها أو تركت أصحاب المصانع اللي بيستفيدوا ماديا من هذه المصانع وتركتهم يقوم بإلقاء المخلفات في هذه البيئة معنى ذلك أن هذه البيئة ستكون أو سينعكس ضررها علينا كبشر علينا كسكان في هذه المنطقة لذلك شركات تصنيع الهواتف المحمولة والأجهزة الحاسوب هناك قوانين صارمة تجبرها على التخلص من الألواح الإلكترونية في هذه الأجهزة هناك قوانين صارمة لكيفية التخلص من هذه اللوحات الإلكترونية التي ليس لها حاجة لذلك كثير من دول أو من هذه الشركات تجد أنها تكاليف التخلص من اللوحات الإلكترونية في الهاتف المحمول العاطل على العمل أو الجهاز الكمبيوتر الذي انتهت صلاحيته أو جهاز التلفزيون والأل سي دي إلى آخره تجد أن تكاليف التخلص من هذه المنتوجات تكاليف باهظة جدا يعني جماعة عشان إذا تتخلص من لوحة إلكترونية تحتاج إلى تكاليف عالية لأنه في الدول وتقدم بضعه شروط قاسية جدا في التخلص من هذه المنتوجات لذلك نجد هذه الشركات تقوم بإلقاء كل هذه المخلفات في الدول الفقيرة في دول إفريقيا في دول العالم الثالث نجد أن في دول إفريقيا هناك مساحات شاسعة جدا في الصحراء الإفريقية في غانا وغينيا والدول الفقيرة مساحات شاسعة مغطاة بالمخلفات الإلكترونية لأن هذه المخلفات تحتاج حسب تقارير علماء إلى الأقل إلى خمسين سنة لكي تتحلل في البيئة وتتحلل وتنتج مركبات كيميائية سامة للبيئة لذلك الدول المتقدمة تضع شروط وقوانين وإجراءات صارمة للشركات التي تنتج هذه المنتوجات في كيفية التخلص مما لا تحتاج إليه أو من القطع أو الأجزاء العاطلة أو الغير مستفاد منها لذلك المحافظة على البيئة أصبحت الآن شرطا أساسيا في أي مشروع ريادي أما الخطوة الأخيرة فهي الحصول على المكافآت وهي الجائزة التي يرغب بها صاحب المشروع سواء كان مشروعا يرغب في الربح المادي أو مشروعا يركز على الربح المعنوي هذه المراحل الستة هي ما يسمى بمراحل العملية الريادية أو خطوات العملية الريادية أتمنى تكون الفكرة وضحت من كل خطوة من هذه الخطوات أنه سنشتر عليهم كمان شوية هو أنشطة عملية نبدأ الآن بعدما تعرفنا على عناصر وخطوات العملية الريادية نبدأ بنشاط أو ورقة عمل مهمة جدا ورقة العمل هي عبارة عن مجموعة من الحالات الدراسية أو قصص لأبطال رياديين موجودة في صفحة 10 وصفحة 11 من الكتاب المقرر في هذه الصفحات نجد أن هناك ثلاث أبطال أو ثلاث رياديين هم عزيز، زين، وصالح من خلال فهمك لعناصر الريادة وخطوات الريادة يفترض أن تقوم بقراءة هذه الحالات الدراسية الثلاثة عزيز، وزين، وصالح وتحاول أن تجيب على الأسئلة المرفقة بالسلايد الأمامك هل أبطال القصص الثلاثة، هل الريادين الثلاثة، قاموا بمراقبة البيئة؟ هل عمل كل من صالح وزين وعزيز على مراقبة البيئة؟ إحنا تويا ذكرنا خطوات العملية الريادية طيب، هل الرياديين الثلاثة هدولة اللي أنشأوا مشاريع ريادية؟ هل اتبعوا الخطوات السابقة في مشاريعهم؟ بدنا نقرأ القصص الثلاثة أو الحالات الثلاثة ونحاول أن نوضح خطوات العملية الريادية التي اتبعها كل واحد منهم لوحده كيف اتبعها وكيف عمل؟ لذلك أول سؤال هل قام أبطال القصص الثلاثة بمراقبة البيئة؟ وتوضح لي على ورقة كيف تم ذلك؟ وكيف قام كل واحد منهم بمراقبة البيئة؟ السؤال الثاني ما هي الفكرة التي حددها كل شخص من الأشخاص الثلاثة؟ يعني فكرة المشروع إيش فكرة المشروع لكل واحد منهم؟ وكيف تمكن من تحديد هذه الفكرة؟ كيف عرف أن البيئة بدها هذا المشروع؟ كيف تمكن من معرفة أن البيئة التي فيها أو المجتمع يحتاج هذا المشروع؟ السؤال الثالث الذي يجب أن يجيب عليه الطالب ضمن ورقة ويقدمها إلى محاضر المصاق هل قام كل من عزيز وزين وصالح بالتخطيط للقيام بمبادرتهم أو بمشروعهم الخاص؟ بك توضح كيف قام كل واحد منهم بالتخطيط لمشروعه الخاص؟ أو بك تجاوب هل قاموا بالتخطيط نعم أو لا؟ وتوضح لي كيف قاموا بهذه الخطوات؟ ما هي الإجراءات التي يشتغلوها لكي يقوموا بهذا المشروع؟ السؤال الرابع كيف عمل كل من عزيز وزين وصالح على تجميع الموارد اللازمة لتنفيذ مبادرتهم الخاصة؟ ما عملوا لكي يجمعوا الموارد؟ ما هي الموارد التي جمعوها؟ كيف جمعوها؟ وكيف حصلوا عليها؟ وما هي الإجراءات التي قاموا فيها للحصول على هذه الموارد؟ إلى الخطوة رقم أربعة التي ذكرناها في خطوات العملية الريادية السؤال الخامس هل تمكن كل من عزيز وزين وصالح من تنفيذ مشاريعهم بفاعلية ومسؤولية تجاه البيئة؟ وضح كيف تم ذلك شرحنا الآن عن موضوع المسؤولية تجاه البيئة والفاعلية هل المشاريع الريادية للأشخاص الثلاثة فعلا تحققت بفاعلية؟ وهل كانت المسؤولية تجاه البيئة موجودة في هذه المشاريع؟ تأتي توضح على نفس الورقة في الإجابات التي ستقدمها للمحاضر السؤال السادس الأخير هل حصل كل من عزيز وزين وصالح على المكافأة التي كان يطمح إليها؟ إيش كل واحد كان طبيعة المكافأة التي كان يرنو إليها؟ أو يصبو إليها؟ وهل فعلا حصلوا على هذه المكافأات؟ هذه ورقة العمل الأولى التي يجب على الطالب أن ينجزها من خلال مراجعة خطوات أو عناصر العملية الريادية ومن خلال قراءة الحالات الثلاثة الموجودة في صفحة 10 وصفحة 11 وسيتم تحديد الموعد النهائي لتسليم هذه الورقة على الموديل سيتم طرحها على الموديل وتحديد الوقت الذي سيتم التسليم لهذه الورقة أيضا لدينا ورقة عمل ثانية ويبارة عن مجموعة من المشكلات أو الحالات والتي نريد من الطلبة أن يقوموا بعملية عصف ذهني وهي من أساليب التدريس الحديثة ويحاولوا أن يضعوا بعض الحلول لهذه الحالات أو لهذه المشكلات أمامك على السلايد هناك مجموعة من المشكلات أو الحالات التي يعاني منها بعض الدول أو المدن ومن ضمنها نعاني منها في قطاع غزة والمطلوب منك طالب أن تختار حالة أو مشكلة من هذه المشكلات وأن تضع مجموعة من الحلول أو المقترحات لهذه المشكلة بما لا يقل عن خمس مقترحات مقترحات قد تكون مقترحات تنهي المشكلة بشكل نهائي أو تخفف من آثارها على سبيل المثال نبدأ بأول مشكلة أو أول حالة وهي الزراعة لسد الحاجات عشان الطالب يفهم إيش المطلوب بالظبط الآن نحن في قطاع غزة المساحة الجغرافية لقطاع غزة محدودة كما يعرف الجميع قطاع غزة مساحته محدودة ومحصورة يعني صعب التوسع في مساحة قطاع غزة بسبب أننا من الجنوب محاصرين بالحدود المصرية من الغرب البحر المتوسط من الشرق والشمال الحدود مع دولة الاحتلال إذن قطاع غزة مساحته محصورة ومحدودة الأرض الزراعية أو الأراضي المناسبة للزراعة في قطاع غزة أيضا محدودة بل على العكس هي تقل بين سنة وأخرى بسبب التوسع العمراني الناس عندما تقوم بالتوسع العمراني تقوم ببناء البيوت والمساكن على الأرض الزراعية وبالتالي نحن أمام مشكلة تتلخص في أن مساحة قطاع غزة محدودة المساحة المناسبة للزراعة محدودة لذلك من الممكن خلال السنوات القادمة أن تكون المنتجات الزراعية من الخضار والفاكهة في قطاع غزة لا تكفي حاجة سكان قطاع غزة أنت كطالب تدرس الريادة نريد منك أن تضع خمس مقترحات تساهم في التخفيف من هذه المشكلة أو تساهم في حل هذه المشكلة هذه أول قضية القضية الثانية استعمال شبكة الإنترنت كما يعرف الجميع أن شبكة الإنترنت التي تزود بها الشركة العالمية قطاع غزة تزودنا بقدر محدود من الميجاوات أو قوة الإنترنت طيب هذه الشبكة أو هذه الإمكانيات مع الأحداث التي جرت من خلال الكورونا أصبح هناك ضغط على شبكة الإنترنت لأن الجامعات الآن أصبح تستخدم التعليم الإلكتروني أغلب مؤسسات تستخدم من وقت التعامل الإلكتروني هناك ضغط وحاجة إلى شبكة الإنترنت الآن أغلب الناس تعاني من هذه الشبكة ضعف في الشبكة بطء في تحميل بعض الأمور أنت كطالب ريادي ما هي المقترحات التي يمكن أن تضعها للتخفيف من هذه المشكلة هذه قضية رقم اثنين قضية رقم ثلاثة التدريب المهني أنت كطالب تدرس في كلية تقنية لديك مساقات ودرست في مساقات ضمن خطتك بعد ذلك تتوقع أن تخرج إلى سوق العمل لكي تبدأ في البحث عن فرصة عمل السؤال هنا أو المطلوب منك أن تحدد ما هي طبيعة المهارات أو طبيعة القدرات التي يفترض أن تكون موجودة في الطالب الخريج من الكليات التقنية والتي يحتاجها سوق العمل والتي لا تتواجد في الخطة الدراسية الخاصة بالطالب ما هي بعض المهارات التي يحتاجها الطالب لكي يكون قادر على المنافسة في سوق العمل والتي لا تتوفر في المساقات الموجودة في الخطة الدراسية التي يدرس بها الطالب طبعاً إحنا كإدارة وكمؤسسات نقوم بتطوير ونعمل على إدراج أغلب المهارات التي يحتاجها الطالب لكي يستطيع بعد أن يتخرج أن يكون قادر على المنافسة في سوق العمل لكن نحتاج إلى آراء الطلبة لأنهم يمارسوا العمل يواكبوا التجربة وبالتالي من يمارس التجربة بشكل عملي ربما يكون لديه تصور أفضل ممن يدرس التجربة بشكل نظري لذلك أنت كطالب تدرس في كلية تقنية في تخصص تقني ما هي المقترحات التي يمكن أن تضعها كمهارات إضافية ليمكن استيعابها في خطة الطالب أو خطة الدبلوم بشكل أساسي المشكلة الرابعة شح الموارد الطبيعية نحن في قطاع غزة نعاني من قلة في الموارد الطبيعية يعني نحن ليس لدينا ليس لدينا نفط وليس لدينا غاز لذلك ما يتوفر لدينا من موارد مثلا الموارد صيد البحر مثلا المزروعات كيف يمكن أن نحافظ على هذه الموارد وأن نستغلها بالشكل المناسب اختار لك مصدر أو مورد من موارد الموجودة في قطاع غزة وحاول أنك أنت تعطينا حلول كيف نعمل على استدامة هذا المورد نحاول أن نستفيد منه إلى أطول فترة زمنية ممكنة لذلك على سبيل المثال في بعض الدول يمنع قطع الغابات لمدة زمنية معينة حتى يترك المجال لهذه الأشجار حتى تكبر وتكون صالحة أو مناسبة للاستفادة منها وبالتالي بعد أن يتم قطع جزء من الغابة يمنع الاستهلاك الأشجار في هذه المنطقة إلا بعد عشر أو خمسة عشر سنة حتى تكون الأشجار قد كونت وكبرت وأصبحت مناسبة للاستهلاك بعض الدول المعثابين المثال تمنع إصدياد أحجام معينة من الأسماك أو أنواع من الأسماك حتى تحافظ على هذا المورد نحن في قطاع غزة لدينا مجموعة موارد اختار لك مورد وشوف وحاول أن تضع بعض الحلول التي يمكن أن نستفيد منها وأن نعمل على استدامة هذا المورد زيارة حديقة عامة عندما تقوم بزيارة حديقة عامة نلاحظ أن هناك نعمل إهمال سواء من الزائرين عدم اهتمام من بعض الجهات المسؤولة البلديات ما هي المبادرات التي يمكن أن تقوم بها أو تطرحها للاهتمام بهذه الحضائق لأنها في النهاية تعتبر متنفس وما كان للاستجمام للسكان وللجمهور كيف يمكن أن نحافظ على هذه الحضائق من التلف نحافظ عليها على نظافتها على استمراريتها على أشجارها من أن يقوم بعض الأشخاص بتخريبها أو بإفسادها إيش المبادرات اللي أحنا ممكن تكون في هذا المجال نسبة البطالة المشكلة السابعة أو السادسة البطالة العالية نحن مشكلة رئيسية في أننا في قطاع غزة البطالة ما هي المقترحات التي يمكن أن تقوم بوضعها من خلال تصورك لحل هذه المشكلة يفترض طبعا يا جماعة بالحلول أن تكون حلول إبداعية وأن تكون حلول فيها ابتكار وأن لا تكون فيها نوع من الخيال وعدم المنطقية في هذه الحلول انقطاع الكهرباء طبعا المشكلة نعاني منها في قطاع غزة وأسبابها يعني معروفة لأكثر الناس من خلال الضغط على شبكة الكهرباء زيادة الأحمال إيش الحلول التي يمكن أن تقترحها للتخفيف من هذه المشكلة هناك مقترحات كثيرة يفترض بالطالب أنه يعني يكون عنده خيال أو عنده القدرة على التعامل معها أيضا التلوث مستوية التلوث نلاحظ أن بحر قطاع غزة ملوث البيئة ملوثة كيف يمكن لبعض المقترحات أن تقلل أو أن تخفف من نسبة التلوث في قطاع غزة سواء تلوث التربة أو تلوث البحر أو الماء أو تلوث الجو أي صنف من هذه الأصناف الثلاثة يستطيع الطالب أن يختار واحد منهم وأن يضع حلول مقترحة هذه ورقة العمل الثانية وكما ذكرت اختار مشكلة واحدة حالة واحدة وضع لها أو اقترح لها أقل شيء خمس مقترحات أو خمس حلول هذه ورقة العمل الثانية أيضا ستنزل على الموديل وسيكون لديها وقت محدد نأتي إلى موضوع نتحدث عنه بشكل مبسط وهو أهمية الريادة لماذا الريادة مهمة؟ لماذا نهتم بالريادة؟ الحقيقة أن توافر الثقافة الريادية في المجتمع يمكن أن يكون له فوائد كثيرة أولا أن الريادة وتوافر الثقافة الريادية وتبني الفكر الريادي يساعد على استحداث وظائف وفرص عمل لائقة يعني إنسان مش موظف يستطيع من خلال تبني مشروع ريادي أن يكون له عمل يكون له وظيفة مناسبة يستطيع من خلالها أن يعيش بكرامة وبدل من أن يكون إنسانا عاطلا أن يستفيد من قدراته وإمكانيته ثانيا استثمار واستغلال الموارد المحلية المشاريع الريادية غالبا ما تكون مشاريع محلية بمعنى أنها تستفيد من موارد المجتمع تستفيد من إمكانيات المجتمع تستفيد من ما هو متاح ضمن إطار مئة المجتمع وبالتالي أنت تستفيد من أمور ومن هذه الموارد ثلاثة تحقيق التقطة الاجتماعي الجغرافية وتلبية الحاجات من خلال مشروعك أنت توفر حاجة ومنتج وسلعة ليست موجودة في المكان أو المجتمع أو البيئة أو الحي الذي أنت تعيش فيه لذلك مشروعك يساهم في توفير سلعة أو منتج أو خدمة يحتاجه أفراد المجتمع الذي تعيش فيه إذن أنت وفرت خدمة وفرت السلعة التي يحتاجها المجتمع ثالثا أو رابعا تعزيز التكنولوجيا المشاريع الريادية تستخدم أو تحاول أن تستخدم التكنولوجيا ربما في بدايتها لا يكون التكنولوجيا بالصورة الكبيرة لكن مع نجاح المشروع وتطور المشروع تصبح التكنولوجيا عنصرا أساسيا ويستفيد المشروع مما هو متاح من هذه التكنولوجيا في بيئت أو في مجتمع هذا المشروع على سبيل المثال كلنا يعرف الآن ولديه معلومة عن ما يسمى بطائرات الدرونز أو الطائرات المسيرة هذه الطائرات بداية ظهورها كان عبارة عن مجرد الترفيه شخص صنع الطائرة وكان يقودها من خلال عن بعد وكان الهدف منها هو الترفيه والتسلية لكن بعد ذلك بدأت تدخل هذه الطائرات في مجالات كثيرة في استخدامات كثيرة لك نجد مثلا أن شركة أمازون وشركة عالمية في توصيل الطلبات سواء الواء السلع أو المنتوجات تستخدم الطائرات المسيرة في توصيل ما يحتاج إلى الزبون من سلع ومنتوجات طبعا بتكون أوفر في التكاليف أسرع في التوصيل وبتكون طبعا استغلال للتكنولوجيا إذن هي بالأساس كانت هدفها الترفيه والتسلية لكن مع ظهور مشاريع ريادية توصيل الطلبات أصبحت تستخدم في توصيل الطلبات للزبائن طبعا الزبون يتصل على الشركة ويطلب أو من خلال الإنترنت أو من خلال موقع مؤين يتواصل مع الشركة يطلب المنتج الذي يحتاجه ويتحدد من خلال اتصال عنوان الزبون ويتم برمجة الطائرة المسيرة بعد أن يتم شحنها أو شحن المنتج عليها وتقوم أوتوماتيكيا بإيصال هذا المنتج إلى عنوان الزبون بشكل بسيط وشكل سهل وبدون أي تعقيدات وأي ازدحمات مرورية أو أي تكاليف عالية إذن مشروع ريادي كان في تكنولوجيا استخدم هذه التكنولوجيا في تطوير وفي تحسين أداء هذا المشروع أيضا تساعد الريادة في تكوين رأس مال وتحقيق الغنى والثروة كما ذكرنا في اللقاء السابق أن من ضمن الفوائد للريادة أن صاحبه يستطيع أن يحقق ثروة أنت من خلال مشروعك المميز مشروعك الذي غالبا لا يكون له منافسين تستطيع أن بينقسين تحتكر السوق لأنه أنت الوحيد الذي تقدم هذا المنتج أو هذه الخدمة إذن جميع الأفراد الذين يحتاجون هذا المنتج ستكون أنت مصدر هذا المنتج إذن هو مصدر للدخل مصدر للربح ويستطيع صاحب المشروع أن يكون ثروة سريعة من خلال هذا المشروع العنصر السادس ترويج الثقافة الريادية والعمل حر عندما ينجح مشروع ريادي ويستمر وينمو يبدأ الأشخاص الآخرين في التفكير بأن يبدأوا مشاريعهم الخاصة بمعنى أنه الطالب أو الخريج أو الإنسان العاطل على العمل عندما يشعر أو يجد أن زميله قد أنشأ مشروعا ونجح في هذا المشروع يبدأ في التفكير ويبدأ في إجراءات أن يقوم هو نفسه بإنشاء مشروعه الخاص بما أنه زميله قد نجح إذن هو أيضا ليس أقل من زميله من حيث القدرات والإمكانيات إذن يبدأ في التفكير في مشروعه الخاص وهذا ينشر بين أفراد المجتمع ثقافة العمل الريادي وعدم انتظار الوظيفة الحكومية التي قد لا تأتي أو تأتي بعد سنوات طويلة من الانتظار أخيرا استغلال الموارد الطبيعية بطريقة مستدامة وربما قبل قليل احنا تحدثنا عن هذه الجزئية أن المشاريع الريادية تساهم في الاستفادة من موارد البيئة وتساهم في الحفاظ على هذه الموارد والاستمرار في هذه الموارد إلى أطول مدة زمنية للاستفادة منها هو ما يسمى بالاستدامة للموارد الطبيعية هذه العنصر الأخير هو تحسين الظروف الاجتماعية التي قد يعني أنه الشخص يحسن ظروفه المجتمع يبدأ في أن يكون مجتمعا متطورا تنشأ فيه مشاريع وبالتالي يتحسن وضع الاقتصادي لهذا المجتمع إذن باختصار هذه هي أهمية الريادة لكي تحصل طبعا لاستزادة من هذا الموضوع يفترض بالطالب أن يقوم بقراءة بيان المعلومات ثلاثة صفحة أربعطاش للحصول على زيادة في المعلومات حول هذا الموضوع أهمية الريادة في الأعمال نأتي إلى الموضوع الثاني وهو برضو موضوع مهم في هذه الوحدة أو في هذه المحاضرة ما هي الموارد التي يحتاجها الريادي كل مشروع يحتاج إلى موارد أي مشروع ريادي يحتاج إلى موارد ما هي الموارد التي يمكن أن تحتاجها كإنسان ريادي والتي لا يمكن استغناء عنها لكي تبدأ بمشروعك الخاص أو مشروعك الريادي أهم عنصر وأهم موارد هو ما يسمى برأس المال أو التمويل هي أهم وأصعب عنصر من عناصر المشروع الريادي التمويل بمعنى أنا عندي فكرة ريادية عندي مشروع ريادي كيف أحول هذا المشروع إلى أرض الواقع أول عقبة تواجهني وهو من أين يمكن أن أحصل على التمويل اللازم لهذا المشروع هناك الحقيقة عدة مصادر لتمويل المشروع الريادي أول مصدر من هذه المصادر هو ما يسمى بالتمويل الذاتي أو التمويل العائلي التمويل الذاتي أو التمويل العائلي بمعنى أنه صاحب المشروع هو من يمول مشروعه ذاتيا إذن أول أسلوب أنه إنسان شخص عنده شوية مدخرات من مظيفة من جمعية من قام بالدخار بعض الأموال يستطيع أن يستفيد من هذا المبلغ في البدء بمشروعه الخاص إذن هو مول مشروعه ذاتيا طبعا كل مصدر فيه مزايا ويعاني من سلبيات ميزة التمويل الذاتي أن هذا المشروع يكون ملكا خالصا لصاحبه يعني ما فيش معاك بيكون شريك في هذا المشروع ما بتكون ميخد أو لا يكون صاحب المشروع قد أخذ أو التزم بقروض لجهات أخرى إذن كل فلوس المشروع تكون من صاحب المشروع إذن هي ميزة لكن في المقابل التمويل الذاتي يعاني من مشكلات أولا قد لا يكون المبلغ الموجود معاك يكفي أو قد يفشل المشروع وبالتالي تخسر أنت كشخص كل ما ادخرته خلال أسنوات السابقة إذن هي ميزة وسلبية هناك مصدر آخر أيضا ما يسميه التمويل العائلة التمويل العائلة بمعنى أن يقوم الريادي بتمويل مشروعه من خلال أفراد العائلة ربما يكون رب الأسرة أو الوالد مقتدر عنده إمكانيات جيدة يقوم بتسليف ابنه أو صاحب المشروع جزء من بعض الأموال ربما يكون أحد أفراد الأسرة مقتدرا يقوم بتزويد صاحب المشروع اللي هو أحد أفراد الأسرة بالتمويل إذن هو مصدر التمويل لكن في النهاية أيضا هذا المصدر يعاني من مشكلة أنه ربما المبلغ الذي يتم التمويل بيكونش أحيانا كافي وحتى أخوك أو الوالد عندما يعطيك مبلغ من المال هو يتوقع استرداد هذا المبلغ أو على الأقل أن يكون هناك خطوات ناجحة للاستفادة من هذا المبلغ لذلك كل مصدر لديه مزايا ولديه سلبيات إذن أول مصدر هو التمويل الذاتي أو العائل المصدر الثاني هو ما يعرف بحاضنات الأعمال مصدر مهم جدا من مصادر التمويل حاضنات الأعمال ما هي حاضنات الأعمال؟ حاضنات الأعمال هي عبارة عن مبادرات تقوم بها شركات أو مؤسسات لتمويل مشروعات ريادية وتقدم لها الدعم المادي طبعا نحن في قطاع غزة أو في فلسطين لدينا مجموعة من هذه الحاضنات سواء على مستوى الضفة الغربية أو على مستوى قطاع غزة أو حاضنات أعمال تعمل في شقي الوطن فعسبيل المثال لدينا في الضفة الغربية حاضنة أعمال يمكن أن تقدم الدعم المادي لأصحاب المشاريع الريادية هذه الحاضنة تسمى أرب رونر أرب برونر هذه حاضنة أعمال في الضفة الغربية هناك حاضنة أعمال في قطاع غزة اسمها حاضنة الأعمال والتكنولوجية هذه الحاضنة تم إنشاؤها أو موجودة في الجامعة الإسلامية بنسمها البيتي آي أنشأتها الجامعة الإسلامية وتقدم من خلالها الجامعة بعض الدعم المادي أو بعض اللي هو التمويل لمشروعات ريادية يتقدم بها أصحابها لهذه الحاضرة هناك أيضا في الضفة الغربية هناك حاضنة أعمال تركز على الأعمال النسائية أو المشاريع النسائية على سبيل المثال منتدى سيدات الأعمال موجود في الضفة الغربية وهو BWF هذا يقدم التمويل والدعم المادي للرياديات أو لسيدات أصحاب المشروعات الريادية هناك أيضا في غزة هناك ما يسمى بحاضنة Sky Gix وهذه ملودة في قطاع غزة وهذه أنشأتها بعض الطالبات الخريجات من الجامعة الإسلامية ويتواصلوا مع شركات وهيئات ومؤسسات لتقديم الدعم لأصحاب المشاريع الريادية هناك أيضا على مستوى الضفة وغزة هناك ما يسمى بمبادرون حاضرة أعمال مبادرون هذه تعمل في قطاع غزة وتتبنى العديد من المشروعات الريادية وتقدم لها الدعم من خلال تمويل مؤسسات خارجية ومؤسسات في داخل الوطن هناك أيضا الحاضرة الفلسطينية للتكنولوجيا والمعلومات والاتصالات وهي ما يعلم باسم حاضرة بكتي وهذه طبعا تكون ممولة من شركة الاتصالات بشكل أساسي ومن الصندوق العربي أو البنت الإسلامي للتنمية يعني عدة جهات بتمول هذه الحاضنة وهذه تعمل على مستوى الضفة الغربية وقطاع غزة إذن إن مجموعة من الحاضنات أو المؤسسات التي تقوم بتقديم الدعم لكن هذه الحاضنات حقيقة يعني تعاني من مشكلة أو تواجه مشكلة أن المشروع الريادي الذي يمكن أن يحصل على التمويل يجب أن يكون متوافراً فيه مجموعة من الصفات يعني هما يضعوا معايير معينة للمشروع الذي يمكن أن يتم اختياره كمشروع للتمويل هذه الشركات أو هذه الحاضنة يتقدم إليها سنوياً عشرات المشاريع الريادية لكن يختار عدد محدود من هذه المشاريع بما يتلاءم مع المعايير التي يضعوها لهذه المشروعات أيضاً حجم التمويل الذي يقدم من قبل هذه الحاضنات حجم أو نسبة معينة يعني ما بعطيك مشروعك إذا بدت مثلاً خمسين ألف دولار ما بعطيك خمسين ألف دولار وهو بعطيك يعني مبلغ قد يصل إلى عشرين أو تلاتين في المية من المبلغ الإجمالي طبعاً كل ما زاد المبلغ كل مكان التمويل أقل وبالتالي الجزء الباقي من تمويل المشروع يحتاج إلى الحصول على جهات أخرى أو من مصادر أخرى إذن ميزة جيدة ولكن هناك بعض المعوقات أو بعض المشكلات أو بعض السلبيات هناك أيضاً ما يسمى بالبنوك البنوك تقدم أو تحضن أو تتبنى بعض المشروعات الريادية وهناك في بنك فلسطين هناك فرع لتبني المشروعات الريادية طبعاً الفرق بين تبني البنوك وتبني حاضرة الأعمال أن حاضرة الأعمال تعطيك تمويل بدون فائدة إذا أنت أخذ تمويل خمس تلاف دولار على سبيل المثال يحدد لك في حاضرة الأعمال مدة زمنية تسديد هذا المبلغ وبدون فوائد بينما في البنوك يقدم لك تمويل لمشروعك ولكن المشكلة أنه بيكون بفوائد لذلك لو المشروع تعثر لو المشروع فشل فصاحبه سيعاني من مشكلة على صعيد صعيد أنه حيسدد الفوائد وحيسدد المبلغ اللي هو اقترضه أو اخذه من البنك إذن ميزة جيدة في البنك أنه يقدم تمويل وأحيانا بيكون تمويل يعني مغري ومجزي ولكن في المقابل هناك فوائد على المبالغ التي يتم اعتمادها أو إقراضها لصاحب المشروع هناك أيضا ما يسمى بالحكومات والحقيقة أنه في كثير من دول العالم نجد أن الحكومة تخصص موازنات أو من ضمن موازنتها تخصص جزء لما يسمى بالأفكار الريادية أو المشاريع الريادية سواء في مجال التكنولوجيا في مجال التصنية في مجال التعليم هناك في الدول المتقدمة جزء من الموازنة الموجودة في الدولة يخصص لدعم المشروعات الريادية والمشروعات الابتكارية لكن حقيقة هذا المصدر في كثير من دول العالم الثالث غير متاح فما بلك لما يكون على مستوى قطاع غزة أو حكومة الضفة أو حكومة غزة فهو يعني بيكون صعب تقريبا لكن بشكل عام هناك حكومات تقدم تمويل لهذه المشروعات المصدر الخامس من مصادر التمويل وهو ما يسمى بالمسابقات وسنويا تقوم هناك شركات وجهات محلية ودولية وعربية بعمل المصابقات على مستوى العالم من يقدم مشروعا رياديا في مجال معين لذلك المشكلة في المصابقات أنها تركز على مجال معين يعني لازم مشروعك يكون في مجال تحدد لجنة المسابقة لذلك ليس كل المشاريع ممكن تكون مشاريع مناسبة للتمويل من خلال هذا المصدر وهي المسابقات المصدر القبل الأخير وهو ما يسمى باتحاد الصناعات اتحاد الصناعة ولدينا في قطاع غزة ما يسمى باتحاد رجال الأعمال هذا الاتحاد يمكن أن يتبنى بعض الأفكار الريادية ضمن شروط معينة ومعايير معينة فهو مصدر من مصادر التمويل أيضا المصدر الأخير هو ما يسمى بالمؤسسات الخاصة وهي مؤسسات تقوم بجلب أموال من خارج البلد أو من مؤسسات أو من هيئات معينة وتقوم بتمويل أصحاب المشاريع الريادية أو الأفكار الريادية وعند فغطاع غزة على سبيل المثال في أن مؤسسة فاتن هذه المؤسسة تمول العديد من المشاريع ولكن المشكلة في هذه المؤسسات أنها تأخذ فوائد على المبالغ التي تقدمها للأشخاص أو أصحاب المشاريع وإن كانت بنسبة أقل من البنوك لكن في النهاية يكون هناك فائدة على المبلغ المقترض ويكون المبلغ أيضا قليلا وليس بالمبلغ الكبير هذا المصدر الأول أو هذا ما يسمى بالمورد الأول وهو التمويل إذن أنت كصاحب مشروع كصاحب فكرة ريادية لديك عدة مصادر يمكن من خلالها أن تمول مشروعك الريادي وكل مصدر حقيقة لديه مزايا ويعاني من سلبيات فأنت لديك القدرة الآن أنك تختار أين هو المصدر المناسب المورد الثاني الذي يجب أن يتوافر لدى الريادي وهو ما يسمى بالطاقة الجسدية والمعنوية بمعنى أن يكون الريادي لديه الرغبة في إنجاح المشروع أن يكون لديه الحماس في إنجاح مشروعه أن لا يكون لديه نوع من الإحباط أو نوع من الخمول يجب أن يكون دائما لديك الحافز والدافع لأن تعمل بشكل حثيث لإنجاح مشروعك وأن تستفيد من قدراتك الخاصة والجسدية والمعنوية وأن تشحذ دائما هذه الطاقة وهذه القدرات لإنجاح هذا المشروع لذلك أصحاب المشاريع الريادية تجدهم دائما في حالة حركة في حالة نشاط لأنه يعرف أن هذا المشروع هو فكرة الخاصة مشروعه الخاص طموحه وبالتالي يكون دائما في حالة حركة في حالة نشاط في حالة عدم خمول ولا يترك أي شيء للظروف ودائما ما يكون في طاقة وعنويات عالية في إنجاح هذا المشروع المصدر الثالث المهارات الريادي يجب أن يمتلك مجموعة من المهارات الطاقة والنشاط شيء جيد ولكن يجب أن يكون مع هذه الطاقة مجموعة من المهارات لمد أن يمتلك الريادي مجموعة من المهارات من ضمن هذه المهارات أن يكون لديك مهارة في التخطيط كما ذكرنا قبل قليل أن التخطيط جزء أساسي من نجاح المشروع تكون قادر على أن تحدد خطوات مشروعك ما هي الموارد المطلوبة كيف يتم التعامل مع هذه الموارد ما هي الخطوات القادمة وتضع تصور جيد أو تصور واضح لهذا المشروع هو ما يسمى بالتخطيط فلابد أن يكون لديك القدرة على التخطيط أو يكون لديك المعلومات الكافية حول طريقة التخطيط الجيدة ثانيا القدرة على إدارة الوقت والحقيقة أن الوقت يعني يعتبر مورد مهم مورد أساسي ومهم من الموارد المتاحة للإنسان فلابد أن تستغل كريادي كل دقيقة وكل ساعة من ساعات اليوم في تطوير مشروعك في تحسينه في الاستفادة من إمكانياتك بشكل أفضل وبالتالي كل دقيقة من وقت المشروع تمثل عنصر إيجابي أو عنصر سلبي عنصر إضافة أو عنصر نقص في المشروع لذلك الاستفادة من الوقت يجب أن يكون عنصر مهم أن تحدد الأولويات أن تضع دائما جدول للإجراءات أو الأنشطة ومتى سيتم تحقيق كل نشاط وما هي المدة المناسبة وبالتالي أن تضع جدولا للوقت جدولا للأنشطة المختلفة ما يسمى بإدارة وحنتكلم عن إدارة الوقت في اللقاءات القادمة بشكل أكثر تفصيلا ثالثا أن يكون لديك ما يسمى بإدارة المخاطر كما ذكرنا المشروع الريادي هو مشروع يتضمن نسبة مخاطرة عالية لأنه مشروع بيكون فكرة جديدة مشروع جديد لذلك يجب أن يكون لديك القدرة على أن تدير المخاطر أن تتعامل وأن تحاول أن تتنبأ بالمخاطر التي يمكن أن تواجهها والمعوقات وأن تضع حلول مسبقة لهذه المشكلات وبالتالي هذا طبعا موضوع كبير جدا ويعني يتم اكتساب هذه المهارة ضمن دورات تدريبية ولذلك يجب عليك أن تكون لديك مثل هذه المهارة رابعا القدرة على التواصل أن يكون لديك القدرة على أن تقوم بالتواصل مع الآخرين القدرة على التشبيك إيصال فكرتك إيصال معلومتك القدرة على إقناع الآخرين بالمنتج أو بالخدمة التي تقدمها هذا برضو أيضا يحتاج إلى تطوير في مهارات الإنسان الريادي جميعنا لدينا القدرة على التواصل ولكن نحتاج إلى أن نطور هذه القدرات وأن نستفيد من مهارات جديدة في هذا المجال إذن بشكل أساسي أنت كريادي تحتاج إلى مهارات إذا كانت موجودة لديك شيء جيد ولكن تحتاج إلى أن تطور من هذه المهارات لكي تستطيع أن تدير مشروعك بفعالية وإمكانيات أكبر أما المصدر الرابع أو المورد الرابع هو المعرفة المعرفة بمعنى أن يكون لديك معلومات كافية معلومات شاملة عن مشروعك أن تكون لديك رؤية واضحة عن طبيعة هدفك أن تحدد هذا بشكل واضح وبشكل دقيق إذنك دائما يا جماعة المعلومات عنصر مهم جداً في نجاح أي مشروع أي نقص في المعلومة معنى ذلك أن مشروعك سيكون فيه غموض فيه عدم مضوح وبالتالي لن تستطيع أن تتخذ القرار المناسب لأن المعلومات لديك حول هذه المشكلة غير متوافرة أو غير كاملة أو فيها بعض النقص إذنك يفترض بالريادي أن يكون لديه معلومات كافية معلومات مفصلة معرفة كاملة حول طبيعة مشروعه ما هي أهدافه ما هي رؤيته وبالتالي هذه مورد مهم من موارد المشروع أخيراً الوقت أن يكون لديك قدرة على استغلال الوقت ربما قبل قليل ذكرنا إدارة الوقت لكن الوقت هنا المقصود فيه أن تستغل أكبر قدر ممكن من وقتك في المشروع خاصة أنه في المراحل الأولى من مشروعك الخاص ستجد نفسك مضطراً إلى قضاء ساعات طويلة من العمل في هذا المشروع لأنه مشروع مبتدئ مشروع ناشئ لذلك يحتاج إلى جهد كبير يحتاج إلى وقت طويل وبالتالي ستجد نفسك أو كريادي في بداية مشروعك تحتاج على الأقل يومياً إلى 12 ساعة أو 14 ساعة من العمل لكي تحقق النجاح لهذا المشروع لا يعني ذلك أن تقضي كل اليوم في العمل في مشروعك بالعكس يفترض أن تخصص جزءاً من وقت اليوم للراحة للاستجمام للابتعاد عن ضغوط العمل لكي تعيد شحن الطاقة تعيد تحفيز قدراتك وبالتالي الراحة والاستجمام والابتعاد عن ضغوط العمل مطلوبة وفي المقابل الاهتمام بالمشروع وتخصيص الوقت الملاسب والوقت اللازم له جزءاً أساسياً من مهارات الإنسان الرياضي هذه هي ما يسمى بالموارد التي يحتاجها الشخص الريادي للاستزادة وللتوضيح يمكنك أن تقوم بمتابعة بيان المعلومات رقم أربعة الموجود في صفحة خمستاش نتوقف عند هذه المرحلة ونكمل في اللقاء القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته